السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هنتكلم عن ثقافة بناء المساكن في نهاية القرن التسعة عشر وبداية القرن العشرين وده بيتمثل في اكتر من بيت أو شقة احنا كنا عايشين فيها بيت سوق السلاح وبعدين بيت الشمعين وبعدين شقة الحلمية وشقة اليكنية بيت سوق السلاح ده كان بيت جدي كبير اللي ارحمه اللي هو جدي الجريسي وكان بيت العيلة كان بيت كبير جدا وكان ليه بوابة يمكن ارتفاعها 4 أو 5 متر وعرضها 3 أو 4 متر عشان تدخل الوقت ده العربيات الكروا اللي بتجيب الاشياء اللي بيخزنوها في البيت وكان داخل البوابة الكبيرة دي في بوابة صغيرة للأفراد يخشوا منها كنا منخش البيت ده وحنا بنلعب فيه احنا صغارين تلاقي اول حاجة على ايدك اليمين فيه غرفة للحارس وتاني حاجة على ايدك شمال فيه غرفة للخزين اما بهو البيت كله فكان جنينة كبيرة جدا جدا علشان الاطفال تلعب فيها ما يخرجوش العاب برا في شارع سوق السلاح اللي هو كان شارع يعني عمومي كان البيت ده فيه دور ارضي فيه مخازن وفيه دور اول وفيه دور تاني وكل ادوار دي كان فيها مشربيات بحيث ان الامهات والاخوات البنات يتفرجوا على الاولاد هما بيلعبوا تحت فيه الجنينة داخل البيت وده جزء من ثقافة التراث الاسلامي في بناء المعمار للعائلات الكبيرة العاشة مع بعضها البيت التاني كان بيت احد خالاتي وكان في حتة اسمها زرع النوا وده كان في مطقة الضرب الأحمر وكان ايدا البيت الشمعين كنا منسميه وكان البواه وبتاعته عادية بس كان فيه حاجة اسمها تقاصة يعني ايه تقاصة؟ يعني اما تيجي تخبط انت باليد الحديد على البيت تبص احد البنات من المشربية او احد النساء من المشربية شوف مين اللي داخل لو كان راجل غريب ما يدخرهوش لو كان راجل من البيت بيشدوا الحبل والتقاصة دي بشد الحبل بيت يفتح الباب فيخش الناس اللي هما الضيوف اللي هما عارفينه بتخش في البيت بردك في نفس الساحة بس مش بنفس الحاج للأطفال اللي عاوة تحت وفيه غرف الخزين زائد غرف الحارس او الخدامين بيكونوا موجودين تحت والعقلات بتكون نايمة في الدور الاول والدور تاني ده بالنسبة للبيوت اللي كان في عايشة فيها عائلات كبيرة بعد ما انتقلنا احنا من المنطقة دي كلها وجدتي خرجت من سوق السلاح من بيت العيلة وجم اتجار الشقة حتى الشقة كان فيها اخترارات في الاسلامي علشان اللي هو بيخلي مفيش اخترارات ما مر رجال والنساء بتخش من بوابة الشقة بتلاقي على ايدك الشمال هي غرفة الضيوف اللي ما بيخشوا وفي فسحة كبيرة جدا جدا الاطفال عشان عاوة فيها وبعدين غرف النوم بتكون اخر شيء في الشقة وعلى ايدك اليمين بتكون الحمامات والمطبخ الى اخر اما ببيتنا في الحمية فكان تصميم بتاعه شقة بتاعدنا في الحمية كان في تصميم ما احسن فكان الشقة لها بابين باب للضيوف يعني بيخش فيها للاغراب يقعدوا فيها بحيث ان الضيوف ما يخشوش على اهل البيت والباب الاخر بيكون لأهل البيت عشان يخشوا منه اهل البيت في من الاكل في الشرب الحاجان دي كلها وبين كان فيه وصلة مبين الغرفة بتاعد الضيوف اللي حكا ما بسميها غرفة المسافرين زائد غرفة السفرة للضيوف عشان ياكلوا فيها ما اخترتوش باهل البيت وبردك كان الشقة دي فيها غرفة اتنين تلاتة اربعة غير الحمام وغير المطبخ الى اخر كان من اذرا في الاشياء اللي كنت بسمعها من اصدقاء والدي لما بيقوا عندنا في الشقة في الحمية خاصة احد المشايخ اللي كان حجمه كبير ربنا يرحمه ان شاء الله فكان بمتمتع جدا من اللي بيقوا على الكرسي الافرنجي في الحمام علشان ايه ده بيرياحوا في الاعداء لما يخشها وطبعا كان في البيت ده في دوش وكنا بنقعد نستحمى في دوشها كان اشياء دي الجديدة اللي ايه بدأت تخش عندنا في الخمسينيات من الفن الماضي وده كله بيتمشى مع ثقافة المعمار الاسلامي اللي ما كانش بيخلي نساء البيت يخترتوا بالناس الاغرب لما يقوا زلوهم في البيت إذاكم الله خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة